لم يكن غهان أيلون ماسك على ترامب من فراغ ده رجل أعمال بيلعب في المليارات فعندما يراهن على ترامب في الانتخابات الرئاسية ويقف بجواره كان يعلم حجم المكاسب التي ستعود إليه أو عليه في حال فوز ترامب ما الذي حدث لأيلون ماسك خلال أيام منذ إعلان فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة عايز أقول لكم أن أيلون ماسك حقق سبعين مليار دولار في ستة أيام إزاي؟ سبعين مليار؟ آه سبعين مليار ده مسألة بسيطة جدا الرجل ده أسعار سعر سهم تسلا ارتفع بنسبة تسعة وتلاتين في المية فأصبحت ميزانية الشركة بتاعته تريليون دولار تريليون دولار منهم سبعين مليار دولار بس في سهم تسلا عرفته يوقف مع ترامب ولا لأ؟ يحارب مع ترامب ولا لأ؟ هيبقى وزير في حكومة ترامب القادمة أو مسؤول كبير هكذا تلعب السياسة والمال دائما هناك علاقة ما بين السياسة والمال بس مش آيلون ماسك بس اللي كسبت آخر حد ممكن تتخيله كسب أيضا مين؟ إيران إيران إزاي إيران تكسبت؟ إيران اللي منتظرة وعود ترامب وتهديداته واللي لغى المعاهدات الاتفاقية قبل كده ترامب أفاد إيران؟ نعم في وسط حرب السواريخ ما بين والتهديدات ما بين إيران وإسرائيل انتشر خبر صغير كده محدش خد باله منه اللي هو هبوط في عملة البيتكوين البيتكوين عملة مشفرة مش موجودة أغلب الدول ما بتعترفش بيها ولكن هي عملة تعادل الكتيس فالبيتكوين الواحد يعادل ستين ألف دولار ستين ألف دولار طب إيه علاقة إيران بهذا الموضوع؟ إيران بتنتج لوحدها من العملة دي تمانية في المية بيتم إنتاجها دي العملة من خلال أجهزة كمبيوتر عملاقة داخل مصنع أجهزة الكمبيوتر دي بتقعد تعمل عمليات حسابية طويلة ومعقدة لحد ما توصل للبيتكوين الواحد عشر كمبيوترات ممكن يقعدوا شهر شغالين علشان يعملوا بيتكوين واحد بس العملة دي العملية دي اسمها تعدين وعملية تعدين دي بتستهلك كمية كهرباء ضخمة جدا إيران الكهرباء متوفرة فيها جدا ورخيصة وبعيدة عن يد الأمريكان مجرد إن تم إعلان فوز ترامب نطت عملة البيتكوين من ستين ألف دولار لخمسة وسبعين ألف دولار شايفين الفرق في البيتكوين الواحدة؟ في دولة بتصنع تمانية في المية من عملة البيتكوين في العالم ومرشحة أنها توصل لمية خمسة وعشرين ألف البيتكوين الواحد شبته حجم المكاسب رغما عن أنف ترامب اتحققت لإيران رغما عن أنف إسرائيل إيران كسبت هيحصل إيه بعد كده؟ مش عارفين بس دائما في مثل هذه المعارك أو الانتخابات في حد دائما في أطراف رابحة وأطراف خاسرة اللهم اجعلنا من الرابحين